السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو رح ناخد درسة تركيا للصف الاول. اخذنا المرة الماضية بالفيديوهين الماضيات حرف ال ا هذا الحرف ا اخذنا عليه تمارين من كتاب كتابة تركيا تركيا واخذنا عليه تمارين من برنامج او كما يازماء رانيورم وهلأ بدنا نحل الخمس صفحات دول موجودات عنا من الست اللي عنايها او من المجموعية اللي عنايها. كل عادي هون في عنا عنا رسمات لشغلات بدنا نشوفه اذا فيها حرف ا ا او ما فيها. اول شي البطة هاي ار ديك ار ديك اذا فيها ا ار ديك اذا برابو فيها ا ار ديك البعدها المنظر او الناظر هادا دور بون دور بون دور بون دور بون دور بون فيها ا دور بون اذا دور بون ما فيها ا برابو عليكم اذا هاي ما فيها ا دور بون 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 د بداية فيها او لما فيها اذا فيها او تمام اذا قميص في او مروح على هاي شو كان هاي اسمها ان لك مرت بالكتاب ومرت بالبرنامج تماري البرنامج وهلق مرت معنا اذا هاي اللي بلبسوها النسوان قلنا وقت الجلي ووقت الطبخ شو اسمها ان لك ان لك ان ان لك ما مننساها ان لك اذا فيها او ايه فيها او هاو ان ال او اول حرف اذا هاي فيها او مروح على اخر شي هذا المضرب المضرب هو را كيت را كيت فيها او را كيت اذا ما فيها او اذا هاي ما فيها او برابو عليكم اذا متل كالعادي اربعة في هن هذا الحرف واتنين ما بيكون في هن هذا الحرف مروح علي بعدها هون ما بدوشي بيوك او كتشك او هذا بيوك او كتشك او انتو بتحسن تكتبوين لحالكون منروح على الهجايات منروح على الهجايات ا و ال 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 يعني موت ا 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 ن ان ا لساننا فوق بحلقنا لازق بحلقنا فوق ا ان 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 يعني امام قدام ا م لساننا مسكر لساننا شفيفنا مسكراتها بعض ثمنا مسكر ا م ا 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 أم أت براو ألي قول إذا مروح ألي بعد لأل لأل ك أك أك ن ألسان حلاقنا من فوق ن ثم نمسكر م أم أم ت أت أت ي أ ي ي ي ذلك كيف شكل هذا مثل ما كون شايفين إن شاء الله تعالي الأمور سيكون سهلة عليكم نوعا ما إن شاء الله سهل إن شاء الله الكلمات التي أخذناها نحلق أو الهجايات ل ك ن م ت ي ل ك ن م ت ي ك تمام هلا خلصنا الهجايات من روح على الكلمات منطبق هالهجايات على بعضهم إذا طبقنا الحروف أو شيعة بعضها هلا منطبق الهجايات على بعضهم بطلع معنا الكلمات طيب أ اي ك اي ك اي ك اي اي ك اي ك ان لك ان لك طبعا اي ك يعني اسم بنت ان لك ان لك ان لك ان لك اللي بيبسوها النسوان وقت الجلي والطبيع بالمطبع إذن أيكي أينلك كولان أيكي أينلك أيكي أينلك كولان أيكي أينلك كولان إيا أيكي استخدامي كولان استخدامي لأنلبيسي الأينلك لما تشتغلي شيء بالمطبع نال أينال 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 اسم أت 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 غرّد يعني غرّد هلق شوفوا الكلام على هدولي هدون احنا مرين معنا قبل مرة واسمهم كيك ليك كيك ليك هالطيور هدون مروا معنا قبل مرة اسمهم كيك ليك مروا يا بحرف الإك أو بحرف الإي على الأغلب بحرف الإي مرمعنا طيب أينال أينال إيكي كيك ليك أت أينال إيكي كيك ليك أت يعني عند أينال إيكي كيك ليك أت غرّدوا أتنين عصورين من هدول مثل النمام هدوني هلق مروا علي بعدون كك 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 يعني الجذر مر معنا قبل مرة وحكينا أنه هو معنا جذور جذور النبات أو جذور الشجار كك كك عفوا ك ك ك ك ك يعني الضيعة أو القرية ك ك ل ك ل ك ل ك ل ك ل هلق نحن مر معنا الك هاي ك وضيعة تمام ك ل يلي من الضيعة يلي من الضيعة يعني يلي ساكن بالضيعة يلي بعيش بالضيعة شوفوا شو قايلين هون ك ل ان ك نان اك ت خلينا نقرب عليها توقع بصير أحسن ك ل ان ك نان اك ت ك ل ان ك نان اك ت اك ت زرع تمام جذر ان عشرة ك يلي بضيعة يلي يلي ساكن بالضيعة يساكن بالقرية اذا الشخص يلي ساكن بالقرية او ساكن بالضيعة زرع زرع عشرة جذور من النعنى زرع عشرة جذور من النعنى تمام طيب نأتي هلق لهون بس نقرر هون ونكتب نكتب بأن نكتب هون الاحتياطات قلنا يعني هذاك الثاني هذاك الآخر مهم كتو سيء طيب نجي لهون حاطينا كلمات هدون كان حاطيناهون بدي مر معنا هلق به القصة طيب القصة عن مين هم تحكي عن ليلى ليلى اوكو اقرأ ليلى الازرق لحال احمر لحال ليلى اوكو اوكو ليلى اوكو اوكو يعني يا ليلى اقرأينا اوكو حكاية اوكو 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 ليلى بلاش تقرأ حكاية ما عجبتون اللي عم يسمعوا اوكو 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 اقرأينا الحكاية التانية هديك اللاغ يلي جنبه مثلا يلي فوقه يلي تحته إذن مثل دير 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 إذن أتكي قرأينا الحكاية التاني يعني ما بدنا ينعم تقرأيها أو أويكي أنملي هديكي التاني أنملي مهمي أويكي آلي يألات هل حكاية فهميها فهميها لعلي علي ما برفع أويكي آلي يألات علي 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 يلي علي آلات فهمي فهمي الحكاية لعلي إي يألات أنملي الفهمي المليح مهم يعني لازم نفهمها لعلي لأنه الفهمي المليح مهم تمام لأن نفهمها بشكل مليح شيء كتير مهم بهالشكل هاد بيكون خلصنا التمارين على حرف الأ بدنا لحتى نجمع مع الحرف اللي بعده وهون في عنا تمارين لسه عنا تمارين على حرف الأ إنما مو هلق بس ناخد الحرف يلي بعده إن شاء الله إن شاء الله يكونوا كون فهمتوا علينا وإن شاء الله يكونوا كون أتقنتوا هذا الحرف ما نخربط بينه وبين الأو هذا أو وهذا أ تمام إذن أو أه ما نخربط بيناتهم ربي يحميكم فقم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله